رغم الفضائح الحقوقية التي تتلقاها السلطة الخليفية حتى صارت مشهورة بالجرائم وانتوارت بلباس التلميع والتضليل الإعلامي تواصل السلطة عادتها القذرة في إذاء الشعب البحراني رغم سلميته فقد أقدمت المرتزقة على قمع متظاهرين في العكر قد أشعل حواجز نارية كتعبير سلمي على احتجاجهم على جملة من الانتهاكات الحاصلة في السجون وما مكثوا حتى رفعوا أصواتهم بشعار يسقط حمد وقد استدعت السلطات تعزيزات من المرتزقة علها تخمد غضب العكريين الذين أبطلوا مفعول القمع بثباتهم وهذا ما ترجمه أهل النويدرات حينما رفعوا أعمدة الدخان احتجاجا على الكم الهائل من التجاوزات والانتهاكات الخليفية وتخليدا لذكرى الشهيد صلاح عباس خرج أهالي أبو صيبع في تظاهرة ضمت الصغار والكبار النساء والرجال الذين اجتمعوا بصوت واحد الشعب يريد إسقاط النظام وحمل المتوهرون صور الشهيد صلاح صاحبها هتافات بحمل أمانة الشهيد والسير على نهجه يريد إسقاط النظام يريد إسقاط النظام المتوهرون صلح صلى السابق شكرا